تساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر لجميع المساعي الهادفة إلى تهديئة الأوضاع في أوكرانيا ودفع جهود التواصل إلى حل سلمي للنزاع على نحو يحقن الدماء ويمهد طريق نحو السلام جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من نظره الأوكراني فلودمير زلنيسكي حيث تم تناول آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وتطورات الأزمة الراهنة ونوها الرئيس السيسي خلال المباحثات الهاتفية إلى استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة في هذا الصدد وهو ما ثمنه الرئيس الأوكراني مشيدا بدور مصر المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات الهاتفية تترقت إلى قضية الأمن الغذائي حيث تمت مناقشة الجهود الجارية لتمديد اتفاق تصدير الحبوب حيث أكد الرئيس السيسي على الأهمية القصوى لاستقرار أوضاع أسواق الغذاء العالمية وهو ما وفق عليه الرئيس الأوكراني عرضا جهود بلاده في هذا الصدد بهدف ضمان الأمن الغذائي العالمي وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لسرعة التوافق على حل حول الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للهايدورجين الأخضر وما سوف تتضمنه من حوافز للمستثمرين جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية حيث بحث عددا من الملفات الاقتصادية خلال الفترة الراهنة وتناول الاجتماع أيضا عددا من التفاصيل والأرقام المتعلقة بموارد واستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية وجهود الدولة في تسبيل تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة كما تطرق الاجتماع إلى نجاح مصر في طرح أول إصدار للسقوق الإسلامية السيادية وما شهدته من إقبال ملموس من قبل المستثمرين وبحث الاجتماع كذلك جهود الدولة لإتاحة المزيد من التأسيرات وحوافز الاتثمار تشجيعا للمستثمرين المحليين والأجانب التي جاء على رأسها مؤخرا تسليم كارت الرخصة الذهبية الذكية لثلاثة عشر شركة مختلفة اتهمت روسيا أوكرانيا بالتجهيز لغزو بمنطقة ترانستيريا الموالية لموسكو في ملدوفا والتي تنتشر فيها وحدة عسكرية روسية متعهدة بالرد في حال حدوث ذلك وتقع المنطقة الصغيرة التي أعلنت انفصالها عن ملدوفا في التسعينات إثر حرب قصيرة على الحدود الغربية لأوكرانيا وكانت موضع توترات متصاعدة في الأسبوع الأخيرة وأكد الجيش الروسي أنه لاحظ تجمعا كبيرا للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية قرب الحدود ونشر مدافع في مواقع إطلاق وزيادة غير مسبوقة في تحليق الطائرات المسيرة الأوكرانية أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيسها ريشي سوناك سيدعو دول مجموعة السبع التي تكتمع عبر الفيديو بمناسبة الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تسريع مساعدتها العسكرية لكييف وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أن سوناك سيدعو إلى تسريع وطيرة تزويد الجاش الأوكراني بالمدفعية وماده بأسلحة طويلة المدى نشرت الحكومة الصينية مقترحا مكونا من 12 بند دعت فيه كل من موسكو وكييف إلى إجراء محدثات سلام في أسرع وقت ممكن وذلك بمناسبة مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وحذرت الصين من استخدام السلاح النووي مطالبة بتجنب استهداف المدنيين وقالت وزارة الخارجية الصينية في وثيقة بعنوان موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية قالت إنه ينبغي على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للتحرك في نفس الاتجاه واستئناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كوريا الشمالية أجرت تدريبا على إطلاق صاروخ كروز استراتيجي وذكرت الوكالة أن وحدة فرعية تابعة لوحدة صواريخ كروز الاستراتيجية في الجيش الشعبي الكوري في المنطقة الشرقية أطلقت أربعة صواريخ في محيط مدينة كيمتشايك بإقليم نورث هامج يونغ باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية وأضافت أن وحدات فرعية أخرى أجرت تدريبات إطلاق نار في مواقع محصنة بدون استخدام ذخيرة حية مشاهدين انتهى موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل